تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممتلة في فيقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من معالجة قضية غلق الطريق وعرقلت حركة المرور وعاقتها من طرف موكب زفاف على إيث النداء من قاعة الإرسال مفاده غلق حركة المرور داخل نفق وديو شايح باتجاه الجزائر العاصمة من قبل موكب زفاف على الفور تقدم عناصر المصلحة إلى عين المكان حيث تم توقيف 13 سخصاً مع حجز 9 مركبات ودراجة نارية أين قام أصحابها بترجل مركباتهم للاحتفال داخل النفق الأمر الذي أدى إلى غلقه متسببين بحرقلت حركة المرور وعاقتها وآلحقوا دررنا بمستعمل الطريق بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها سيتم تقديم الأطراف القضية أمام جهات القضائية المختصة إقليمياً